تشكيل لجنة لتطوير امتحان الشهادة الثانوية العامة توجيه قرار لمجلس التربية والتعليم بهدف الوصول إلى امتحان قادر على مساعدة الطالب في التوجه أو التركيز على التخصص الذي يرغب الالتحاق به والتخفيف من الضغوط النفسية والتوتر الذي يقع على عاتق الطلبة وأولياء الأمور وزير التربية والتعليم دكتور محمد أبوكديس أكد خلال ترأسه اجتماع المجلس اليوم أنه جرى تكليف اللجنة لإجراء عملية تطوير حقيقية وجوهرية لامتحان التوجيه مبينة ومبنية أيضا على دراسة علمية وبشكل يرتقي إلى الطموح في تجويد هذا الامتحان الوطني بهيبته وسمعته التي يشهد لها الجميع وبين أبوكديس أن مسوّغات تطوير امتحان التوجيه تنطلق من الرؤية الملكية السامية لتطوير التعليم وإيمان الوزارة بضرورة مواكبة عمليات التطوير الشاملة التي تسعى لها في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر